شكرا يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلة مخاب من تمسك بكم وعمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم قال عز من قائل في محكم كتابه ومنيف خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم ربكم أن يمدكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فور ماذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة من مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم صدق الله صدق الله العظيم البارسن سبحانه وتعالى ينزل على نبيه عقب واقع من كبريات الوقائع ومن أوليات الوقائع ينزل على نبيه منته ولطفه ويلفت نظره وينظر الأمة إلى ما كانت عليه الأمة العربية قبل الإسلام من هوان من ذل من تآكل من تربص البعض بالبعض الآخر لتكون بذلك ألطاف الله سبحانه وتعالى متجسدة أمام الأمة وللأجيال القادمة عبر وعظات فغزوة بدر غزوة من كبريات الغزوات بل من أهم الغزوات لأن هذه الغزوة رفعت المعنوية الإسلامية في نفوس أصحاب النبي والغزوة هذه والنقر الذي حفه الله سبحانه وأنزله الله على نبيه تشجيع لقلوب المسلمين ورابط لجاشهم وثبات لجنانهم وشد لعزيمتهم ودفع لهم بالمستقبل إلى الأمام يعني ماكو مستحيل لأن أصحاب النبي طبعا مو كلهم سواسية ومو كلهم سوا المقاييس طبعا الصحبة واحدة ولكن المراتب للصحبة واستيعاب الصحبة هذا يريد له ملكات وقابليات فأصحاب النبي مو كلهم على ملكة واحدة ولكن قابليات كل فرد منهم مقابل القابليات الأخرى في الفرد الآخر فيهم الذكي فيهم المستوعب فيهم المجاهد فيهم السباق للفضيلة لعمل الخير فيهم لا نسب مئوية متفاوتة فيما بينهم وفيهم أم أبو سفيان وفيهم ملتبت النهازين للفرص وفيهم المتقلبي الأمزجة وفيهم معاوية وغير معاوية وأشباه ذلك ويكفي أن فيهم سمراء بن جندب اللي نهايته تلويث لسمعة كل صحابي تقريباً ومساس لكرامة كل صحابي وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَعَنْتُمْ أَذِلَّةٍ يعني كنتم على ذل طبعاً الفقر ذل، الجهل ذل، التعاكل الاجتماعي ذل، التناقر الاجتماعي ذل، عبادة الوثنش ذل، شايف؟ إلى آخر المطاف هذا أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب هذا الفرد أخر من أجه، يجي سير ذكي، شايف، ينتبه إلى الأخطاء، كهذا الرجل الأنصاري ومثال مثلاً وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَعَنْتُمْ أَذِلَّةٍ فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين أليك فيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بَلَا إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَعْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ تالي الباري جل وعلا ضرب الآمال عند الصحابة حتى ليه التكؤون على الله وليه من تفد دائماً يعتمدون على النصر الإلهي قال وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَ يعني الباري جل وعلا ما أنزل الملائكة إلا ربط لجأشكم بس رفع لمعنويتكم شا قل لك يا بي المسلم وياك جبرائيل وميكائيل وياهم كم سلاف من الملائكة ما يصير ملائكة تيجي تنزل المبادئ ما تنتصر إلا بالتفحية شايف الدين ما ينتصر إلا بالتفحية وقع نشوف القضايا الحاضرة من تفد والمبادئ الحاضرة بالدنيا قع نشوفها فإذن ما كو نصر من الله جل وعلا والإنسان نايم على وسادة من ريش مضاجع لزوجته يكره التفحية والقربان والفداء هذا شيء ما متوقع ولا يمكن أن يحصل إذن تخطيط إذن تصميم إذن ملتفة ذكاء وبراعة إذن تكتل إذن توعي عامة ما بالأمة ذيك تلك ملتفة المجاهدة أو الصابرة أو الملتفة اللي تتحمل المشاق ما بيها واحد متآكل أو واحد ملتفة متوكل أو واحد ملتفة يكره التفحية ويكره الفداء فالأمة إذا أصارت بهذه المتابة لابد أن تفتح لابد أن توصل إلى غايتها وعدنا نماذج ملتفة من اليهود من الصهاينة من الأمم الأخرى من الشعوب الأخرى مدارس كل يوم الشعوب الأخرى ملتفة تولد أدنى مدارس وتجيب لنا ملتفة سجل حافل وإلا ذول اليهود أتعس أمة كانت على وجه الأرض وأكثر الأمم ملتفة سحق وتشريت شايف لكن هل هل عالم هذا أو هل كراهية أو هل اضطهادات اللي صارت على اليهود صحرت اليهود ما أذابتهم وما تذوضهم وظلوا متكتلين كالبنيان المرصوص يئن يهودي واحد في شرق الدنيا يتئن اليهودية إلى في غربها والنصر ويد المساعدة ويد النجدة تجي شعير ولذلك اضطهادتهم ملتفة الملوك والأباطرة والجبابرة في روسيا وفي إنجلترا وفي العالم ملتفة الإيطالي وفي فرنسا مذابح صارت من عدهم بحث كان الرجل اليهودي الحاقام اليهودي يجيبوه في عياد الميلاد في كل مدينة ما يناسب ذيك المدينة من رجل دين يهود ساعة الميلاد يصف على وجهه غير وجه التاريخ خلولك الفاتي كان ملتفة الكرادلة بأجمعهم والمجمع المسكوني كل يفتي ويصدر ويغير معالم التاريخ من أن اليهود أبرياء من دم السيد المسيح وأن الدولة الرومانية هي المسؤولة وبيلاطس هو المسؤول عن دم الدم اليسوع هذه من قوتهم ومن نفوذهم احنا الحمد لله النصر عندنا ملتفت بالاستخارة وبالاتكال المخض وبالدروش المخض وبالنوم على الأخلام المعسولة على الأخلام الخادعة على الأمان الكاذبة نغمس على صلاح الدين الأيوبي وصلاح الدين فرد يوم يوما من الأيام قرنا من القرون شحق ملتفت الصليبيين ودفعهم صلاح الدين الأيوبي صحيح فاتح وصلاح الدين الأيوبي حسنى من حسنات المسلمين لا شك في ذلك لكن صلاح الدين الأيوبي كان في عصر ملتفت يقابل الصليبيين بنفس المنطق ونفس القوة يعني قابل المسيحية قابل الصليبية بنفس منطقهم ومنطلقاتهم وقوتهم سيف سيف رمح رمح إلى آخر اليوم الآية عكست ثم الصليبيين مكنوا مدغللين بالريف الفلسطيني ولا بالجبال الفلسطينية ولا مدغللين ملتفت في القرى والأرياض بنوا مدن وعواصم وتجمعوا هناك مستعمرات بس أما الريف بقيت في أيد العرب وفي أيد المسلمين ولذلك لما اجت ضربة صلاح الدين الأيوبي مكان للصليبية مدد من الريف يعني مدد جذور اجتماعية مكان عدهم ضربهم الضربة القاضية وانتهت أما الصهيونية الساجاية بذكاء الدنيا وهذا مو يأس مو بعث على اليأس ومو بعث على القنوط ومو بعث على الهزيمة أي مو روح انهزانية وإنما روح توعية بشكل بأسلوب سالب لا أكثر ولا أقل بطريقة تالبة يعني الأمة العربية إذا ما تصير كفوءة بمستوى الصهيونية من الزكاء ومن التنظيم شايف ومن عدم صرف الطاقات يمنى ويسرة وتآمر بعضنا على البعض الآخر لا يمكن أن نسحق إسرائيل لا يمكن ولا بالحلم وهي الجهود التي تبذل وهي الطاقات التي تصرف وتروح بدد وذولاك يصحكون ولذلك الباري جل وعلا ما خل بالقرآن فرد آية اتكالية يتكل عليها البطال والنعسان والمتكاتل والجبان والمتقاعد أبدا ماكو ثغر بالقرآن اتكالية ودروشة كل ما في القرآن بطولة وكل ما في القرآن من تغيث بناء ورصف وتنسيق وتنظيم وتكتل وانصهار الأمة في بوت قواقدا وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم طبعا الله ما ينصر الجبان ولا ينصر المتآكل ولا ينصر الحاقد وإنما ينصر المضحي والمصمم شايف والثابت والذي يكره ملتفة الدعاء ويحب الفداء هذه نصرة أولا غزوة النبي ما كانت غزوة النبي يفتدئ قريش بالقتال الإسلام ظاهرا دين حرب دين سيف والذلك تجي للعلم السعودية تلقى سيفين على العلم يتخلون من هاي الوسيلة أو من هذا الشعار الأمم الأخرى أن الإسلام قائم على السيف قائم على الذبع قائم على الإكراف قائم على القتل خلنشوف يا دين من الأديان ملتفة ما قام على السيف هذا الدين المسيحي ما انتشر بالسيف ما اجت الدولة البيزنطية ملتفة اعتنقت المسيحية وأجبرت أوروبا أن تركع ملتفة بحد السيف مو بعدين الفاتيكان والامبراطورية الرومانية بدأت تطبق الدين المسيحي بالسيف على الأمم الأخرى على النورماد والجرمان وغيرهم مو هاي الأعلام الموجودة للدول الكبرى من الغربية أمريكية إنجليزية فرنسية إلا صلبان على أعلامها شنو معنى صلبان الصلبان شنسوي على الأعلام وهل هي إلا إعلان حرب على الأمم الأخرى ما كانت أوروبا وثنية مئة بالمئة ثم هلآن العقائد في الدنيا بيش تطبق أي عقيدة في الدنيا الآن تطبق في عصر الحضارة والديمقراطية وهيئة الأمم المتقدة وأمثال ذلك بيش قاعد تطبق المبادئ اضغي إلها بالعقل والفكر والقلب تسمع الأنين في الدنيا وتسمع الصراف في الدنيا بيش قاعد تطبق باللين بالهوادئ بالالتماس بالتفهم وبالهكراح بالجبر كل المبادئ لدي استثني مبدأ في الدنيا الدكتاتورية الفلانية مثلا نظرية فلان فيلسوف شنو معنى الدكتاتورية الفلانية للصنف الفلاني من الناس من الطبقات الاجتماعية معنى دكتاتورية شنو يكفي التعبير وهذا كافي ثم النبي رحلو الفدا مبعوث إلما لشعب ناضج من الملائكة لو قدر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعيش مليون سنة بمكة المكرمة ولا يمتشق حسام من يؤمن بي أبو سفيان يؤمن أبو لهب يؤمن المغيرة يؤمن من يؤمن لغة العرب لغة قوة كل مجتمع ملتغت بعد بدائي أو بدوي تحتاج لإلى قوة يلا ذاك الوقت يسمع الدعوة ويضغي إلى الدعوة ثم مع هذا آمننا أن الدين الإسلامي دين سيف خلنجي لهذا السيف نشوفه نفص معارك النبي هي القدوة أما معارك الخلفاء بالنسبة للعطر الأموي مقدوة معارك العباسيين مقدوة معارك الملتبة العثمانيين مقدوة المماليك غير المماليك فتوحاتهم كلها فلس في نظر الشارع المقدس ما تسوى كلها للعدوان وكلها للبغي وانتهاب الحسناوات وامتلاك الغلمة من تبت وبيعهم بالسوق السوداء والتوسع في الأراضي وكنز الأموال للخلفاء للملوك لشهواتهم هذا الإسلام بريء من عدهم جملة وتفصيلة عدنا العطر النبوي والعطر من تبت الخلفاء الأربعة الذين جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذول القدوة وهذول يجب أن يكونوا من تبت مشرك والحكم يكون على هلفة رحادي وإلا بعد ذلك صارت القضية غزو وفتوح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو النموذج للدين الإسلام الحقيقي أول وآخر تعال النبي هاي غزوات أولى الغزوات بدر هو فاتح قريش أم جعلت قريش تتجهز ضد النبي هو يجب آغة قريش بالقتال شايف هو يجب استعادل قريش يو قريش نفسه أرسلت رأس مال ضخم إلى الشام للتجارة يتكرر هذا المال أربع خمس مرات من تبت أضعاف ويرجع إلى مكة يتخلون من عنده وسيلة للسلاح شراء السلاح الخيل العبيد الجياح يحشدوهم ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمعناها هاي القافلة قاتل نواك لحرب وقاتل تخطو إلى الحرب أي مبدأ من المبادئ يستطيع أن يضرب خصمة ويقف مكتوف اليدين وهو يرى من تبت الأموال والذعب والفضة يسفر بها إلى الشام لتعود أموال ضخمة لتجهز بها الرجال وثم يقف مكتوف اليدين منه فضربة النبي في معركة بدر كانت ضربة وقائية وما كانت عدوانية وما كانت ابتدائية يعني النبي ما كان يبتدئ بالقتال لا في معركة بدر وهي أولى المعارك اللي جرت وراءها سلسلة من المعارك تفرعت عن هذه المعركة معركة أحد متفرعة من معركة بدر الخندق متفرعة من أحد وبدر أيضا بالأخير إلى فتح مكة إلى إسقاط حصون اليهود انتهت المعارك الداخلية صار النبي باشر الخارج فإذا معركة بدر معركة وقائية ليس إلا ومع ذلك وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وما على الرسول إلا البلاء إنما أنت منذر ولكل قوم هاد يا محمد أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما أنت عليهم بوكيل بس تدعو بس فقط ما إلك دور إلا تدعو إلى الله بل اللي يقف في طريقك للدعوة تكافحة مهما ملتمت يبلغ الحال إلى أن تقدر تقهردك الوكيل تدعو إلى الله أما إجبار ماك بعدين لما ملك النبي قريش والعرب هنا أنا ماكو هوادع مشرك بالعرب يجب أن لا يبقى لأن الدين الإسلامي إجى أولا للعرب فإذن العربي تجي الدعوة الإلهية ويبقى مصر على شرك لاجب ذبح غير الذبح ما يعالجه شيء أما بالنسبة للأمم الأخرى للفرس غير الفرس للرومان غير الرومان ماكوه الحاجة وإنما أكو تخيير جزية والجزية ما بها إذلال المسلم هم يدفع جزية بشكل آخر مو اسمها جزية اسمها ضريبة اسمها صدقة اسمها كومس أمثال ذلك ميسر اليهودي والمسيحي والصابهي والمجوسي يعيش في ظل المسلمين وفي رفاهيتهم ملتغيت؟ ويأدي طقوسة دينية وكنائسة مبنية ونواقيسة دق ثم لا يعطي بعد ذلك ضريبة منو من عدنا الآن ما يأطي ضريبة للدولة دولة منين نتعيش لحد الدولة تريد أمن الدولة تريد استخبارات الدولة تريد ملتفت بناء جسور بناء مصانع بناء مدارس منين إذا أنا ما أنطي والتمتطي وذاك ما ينطي دولة تتفلش فالدولة الإسلامية قائمة عليما على الزكاة قائمة على الظرائب ومن جملتهم دولة الأقليات إذا صار عدوان عليهم في زمن بني أمي العدوان وقع على المسلمين أم أنفسهم الحجاج بن يوسف الثقفي اضطهد المؤمنين واضطهد المسلمين واضطهد إذا اضطهد اليهود أو أمثال ذلك ففي الهوى سوى إخنا وياهم في الهوى سوى نحن ما كنا نعيش ملتبت في رفاهية واليهود كانوا عيشون في ظنك أين الدكتاتوريات أو الطغيان أو الجبروت ما يميز مسلم ولا يهودي ولا مسيح وقلنا العصر النبوي وعصر الخلفاء الأربعة هو المقيات الصحيح وأما الخلفاء وعصر عمر بن عبد العزيز الفترة القصيرة هذه سنتين هذا لا أكثر ولا أعقل والبطء كل أمبراطورية وكل ملتبت ساسانية وكل كسروية واخدهم تلقاءنا ربكم الأعلى وإنصام وصلى المهم فالنبي رحل وفداء لم يبادئ قريش مبادئ إذا تريدت فلفل الأسباب والمسببات تلقى قريش هي المبادئة للنبي طردت النبي واضطهدت أصحابه وعذبتهم وشرد ورقوا إلى الحبشة وقسم رقوا إلى عشائرهم وقسم إجوا للمدينة وها هي قريش الآن تتجهز لتضرب ضربتها النبي بأبي وأمي وتسحك الإسلام النبي ظل صامت هنا نساكت حتى يأخذ غفلة وغرة معركة أخذ معركة قنة متفرعة من بدر إجاد قريش تأخذ بثارها ثم من المحاصر قريش حاصرها النبي أم قريش حاصرت النبي نفسه أولاً بدر مئة وستين كيلو عن المدينة أخذ خو داخل المدينة الخندق داخل المدينة جيني إذن معارك شي سموه إن النبي غزاه في عقر دارهم أم غزوه في عقر دارهم فالباري جل وعلاً يقولهم للمسلمين الحياة ما تبنى إلا بالدموع إلا بالجهود إلا بالعرق إلا بالسحر إلا بالتضحية أما وحدكم يقعد في داره ويريد الله من التفتي نصره ويريد الله سبحانه وتعالى يقاتل دونه كما قال بني إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون هذا موارد بالإسلام أبداً كما موارد في الدين اليهودي موارد أيضاً قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم الدنيا تأخذ غلاب وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابة الأمة ملتفت الجبانة تأخذ والأمة القوية تصير مليعة ولذلك الآن اليهود يستعملون نفس الطريقة نفس الأسلوب اللي يستعملها الناجية ضدها يستعمل نفس الطرق نفس الأساليب قاعد تعملوها ويا العرب ويا العالم كله أما الشعوب الدنيا بأسرها أمريكا ولا غير أمريكا في مصطلح اليهود شعوب من الغويم شعوب من البربر من الوحوش نواميسهم وأموالهم وأوطانهم وأمثال ذلك كلها مباحة لصيونية العالمية ملا يا حال تجي للمسلمين يوم كان الإسلام فتي ويوم كانت القيادة فتية ويوم كان ملتفت المسلمون أقوياء أشداء تلقى الأمراض الاجتماعية ما متسربة إلى أجسادهم أبدا أبدا ما متسربة إلى أجسادهم أبوي مولود بالعراق جدي مولود بالعراق ملتفت أبو جدي مولود بالعراق يجي تسجيل النفوس لسنة 34 لسنة 47 جيد أبوي شيء فراحة لا رحمة الله وكلكم أباءكم أمثل أبوي أنا أجيب نموذج أطبر نفسي ما أطبر أحد يجي تسجيل النفوس ياخذ خيرا أسجل أنا عراقي تطلع زوج زوج يعني شنو يعني حرام ما يجوز يعني الله ما يرضى السجل العراقي زين يابا خير البلاد ما حملك أنت جالس بهذا البلد وتأكل من ثمارة وتأكل من خبزة وتعيش في هواءة وتشرف من ماءة تتمنى أن تدفن في هذه التربة تأخذ خيرة حلاهم تتجنس ليش معنا الخيرة هم تطلع بدأ موزيني شوف عبا قيادة فكرية ما قعدنا عبا الناس أثنى ضائعين في متاهة طيب ثمس سنس مرات تطلع الخيرة موزيني إيش يسوي معمور النفوس يجدق الباب يردي سجل رقم الدار هذا بيت فلان يردي سجل النفوس يطبب والدي للبيت عمامته مفير ملتفت يقعد على الدوشك يورت لها ججارة يسوي لها دل ما لد قهوة شون قهوة حامضة مثل الصبق سوداء يسوي لها شربت ممتاز شربت ما يلومي من الأصلي جده ذاك مأمور النفوس مشاربة شربت شاي مخضر له ججارة مخضر له لحيته يصبقها شيخ مفترم موكر عمامها مسوداء بس تشوفه تقول هذا زين العابدين زين معمور النفوس هم رجل بسيط يجا قاعد مولانا اسمكم اسم والدكم قلت اشرب هاي بسجارة تشرب هاي بسجارة تشرب هاي بسجارة لكن يوم ببسي ماكم اشرب هذا المدرشون شاي اشرب هاي بنجان القهوة خلص معمور النفوس التشجيل هذا مبسيط المعمور لابد قل له مولاي اسمكم شنو قل له موهيب عليك انا سيد من رسول الله شاهد سجل اولادي وتسجل عائلتي بعدين يجي تجنيد ياخذوهم جندية ما عرف الانجليزي ياخذوهم ما عرف السوجر يسيرون سوجر مشي عليك رسول الله جزعا حالي هذا ضارب شربت ميلومي وضاربت شاي وشاربت جيكارة وشارب قهوة ممتازة وزين العابدين قاعد يتوسل بي ماشي يقول له لهذا سيدنا خبهي ده خلوا طلع فيما ان لا بنا عم سوي جميل على الوالد خلوا طلع اجي السنة السبعة واربعين نفس العقلية نفس المنطق شكلفت هذه كلفت مئات الدنانير كلفت الاسرة مئات الدنانير لغسل هذه العورة لغسل هاي الرجعية لغسل هاي الخيرة وآثار الخيرة آثار زوج وآثار فرد كأن الإمام الصادق قاعد من الصبح للليل عند هذن الصفرات من تفت ويخطط ويستخير للناس ولذلك روينا عنه خيرة الطيور وخيرة ذات الرقاع وخيرة السبح وامثال ذلك من يجد هذا هذا يعرف الإمام الصادق هذا يعرف الإمام علي هذا يفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا ممتك الدراويش وممتك المنهجمين في الحياة والفاشلين في الحياة والذين لا فكر لهم ولا منطق لهم ولا علم لهم ولا خبرة لهم في أعماق الأمور الدنيا ما تأخذ إلا بالتخطيط وإلا أنا خير آخذ أبنحوش خير آخذ ما أبنحوش خير آخذ أشرب دواء خير آخذ ما أشرب دواء معنى فوضى صارت إذن لماذا خلق الله العقل للإنسان لماذا قال الله وقل عملوا فسيرى الله عملكم ورسوله لماذا المسيحية واليهودية يتمتعون بنشاط دنيوي عجيب غريب طاقات هائلة في رجالهم ونساءهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر